ترجمة نانسي قنقر وتعزيز التعاون المشترك في المجالات العمالية والاستفادة من التجارب الرائدة في مجالات تأهيل وتدريب القوى العاملة بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة لسوق الوظائف حيث أطلع أحمدان الوزير الهندي على جهود مملكة البحرين في تطوير التشريعات العمالية الوطنية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية وما توفره حكومة البحرين من بيئة مثالية للشركات الناشئة والقطاعات الواعدة والقوانين الداعمة للاستثمار وريادة الأعمال وتوليد الوظائف مؤكدا على سياسة مملكة البحرين الثابتة في الحفاظ على بيئة العمل الصحية والداعمة للإنتاج والمحافظة على الحقوق العمالية بدوره أشهد وزير الدولة للشيء الخارجي الهندي بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين لافتا إلى ما تشهده البحرين من تطور ونمو في مختلف المجالات خاصة فيما تزخر به من قوانين وتشريعات متطورة في المجالات العمالية مشهدا في هذا السياق بما تتمتع به الجالية الهندية من رعاية مؤكدا رغبة حكومة بلاده على استمرار تعزيز التعاون القائم وتطويره مع البحرين في مختلف المجالات خاصة مع نمو معدلات الاستثمار التجاري بين البلدين الصديقين اشتركوا في القناة